أستاذ نبيل كيف تابعت احتفاء أهل مدينة إسطنبول بمسيرة حفظة القرآن الكريم اليوم؟ يعني أقول الحق أنا أقيم في مكان يبعد عن ضمن المدينة عن وسط المدينة التي تشهد مثل هذه الاحتفالات فلم أشهد رأي العين ولكن الواقع التركية تعنى بالحفظة القرآن وتعنى بالقرآن الكريم منذ زمن لا بأس به يعني منذ ربع قرن تقريبا في هناك تركيز كبير في هذا المجال وحتى كان السابقون الواقع بعدناه من الدريس ثم في فترة لاحقة وزال فكان هناك الواقع اهتمام بالتدريج ترجع تركيا إلى تاريخها إلى أطيا إلى دينها فالآن الاعتناء بحفظ القرآن من الأطفال هذا معنى ذلك الاعتناء أيضا بالقرآن الكريم للأجيال المقبلة فالواقع هذا عمل رائع جدا يعني يستحق فعلا البذل الجهد وعندما يرى الإنسان أن الأطفال يحفظون القرآن بالذات الواقع يمتلئ فرحا ويمتلئ سرورا بأنه يمكن أن يبنوا في هذا البلد عماد جديد يعتمد على القرآن لأن القرآن الكريم ليس مجرد حفظ أو مجرد آيات للصلاة فقط لبناء الإنسان نفسه لتكوين الإنسان وتكوين الحضارة من خلال هذا الإنسان فأعتقد أن حفظ القرآن هو مرتبة من المراتب التي أرجو الله عز وجل أن يرزي من القائمين عليها ومن شارك فيها خير الجزاء اللهم أمين يا رب العالمين هل تعتقد أستاذ نبيل بأن تركيا تعود وبقوة لجذورها الإسلامية؟ يعني سوريا تركيا لم تفارغ جذورها الإسلامية هناك طبقة من السلطة التي تحكم تفارقت هذا الأمر تعدت عن الجذور الإسلامية من حيث التطبيق في بعض المجالات أو في معظم المجالات حاولت أن تبعد الشعب عن جذورها الدينية لكن الواقع التركية لم تبتعد يعني أذكر عندما كنت قبل قليل ذكرت لك أنه من سن 68 كنت أمر أمر الواقع بالسيارة في تركيا وأصل إلى سوريا بالسيارة فكنت الواقع أشعر بأنني دخلت بلدا إسلاميا دخلت بلد من البلدان التي أستطيع أن أبقى فيها مدة أطول من المعتاد في السفر يعني كنت أمشي بدون توقف تقريبا حتى أصل إلى حدود تركية عند أدرنا ثم هناك الواقع لا أملك إلا أن أبقى مدة أطول وأراحظ الواقع الترحاب وألاحظ المساجد والتردد عليها وإلى آخرية كل هذه المظاهر لم تغم كان هناك أكثر من ذلك يعني الفترة التي كان هناك فيها ضغط على الشعب التركي من أجل أن يبعد عن دينه كان هناك تمسك أكثر نحن نقول هو نوع من التشدد أحيانا لكن هذا التشدد حفظ الأتراكي دينهم توال هذه الفترة التي كانت يعني من حوالي سبعين ثمانين سنة ما أقل قبل أن ترجع تبدأ العودة إلى الدين من جديد لكن القضية ليست عودة إلى الدين بمظاهره إنما العودة إلى الدين الواقع بإنتاجه بعطائه وهذا الشيء الذي أنا أرحب به كثيرا في الفترة الماضية يعني ليس في فقط هل ذكرنا حفظة القرآن ليس في كثرة حفظة القرآن وإنما كثرت من يطبق القرآن في بناء الحياة في بناء الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات البشرية في الحضارة التي يمكن أن يقيمها هذا الدين عندما يكون هناك هناك قيادة جيدة وشعب الواقع ملتزم بالأمور الدينية لكن هذا ليس معناه أنه بين ليلة وضحاها ونحن نعلم الآن أن هناك جهودا تبذل منذ أكثر من 20 سنة 22 سنة أو أكثر قليلا ولكن لا بد الواقع أن تأتي بثمارها مع مرور الوقت والطريقة المرحلية المتبعة في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر